الاتحاد الدولي بقى بشواندس فجئنا مبارح بحاجة غريبة اول هو مين عميد لعيب العالم ما هو هم بعد ما اعلنوا يعني عميد لعيب العالم اول ما عرفنا اللقب في مصر لكابتن حسام كابتن حسام اه واللي كرموا واللي قلدوا العمادة جوزيف بلطر رئيس الفيفا وقتها في مباراة كانت تستاذ القيرة لو تتذكروها ثم بعد ما احمد حسن الصقر وصل للرقم الاعلى من الكابتن حسام حسن او كان محمد الدعية الحارس السعودي اخذ اللقب برضو فبقى عندنا اتنين عمدة العميد حسام حسن والعميد احمد حسن فجأة الفيفا قال حاجة لدى ولدى 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 انا كنت غلط طوال في ايه عم قالك ده فيه لعب مليزي بطل سنة اربعة وثمانين كان احق بالشارة العمادة من كل الناس والفيفا كمان لمزيد من الحسب راح منزل جدول بقيمة اللاعبين الاكثر مشاركة مع منتخباتهم اللي هم يستحقوا لقب عميد لعبي العالم دي القائمة اللي انتو حضراتكو شايفينها اه فيها اولا هذا المليزي اسمه ساتشين آن ساتشين آن عنده مية خمسة وتسعين مباراة حد هيقول لي طب اذا كان هو مية خمسة وتسعين مباراة احمد حسن كان مية اربعة وتمانين وحسان حسن اه كان اقل من ده شوية ايه اللي خلى اللاعب المليزي ما ياخدش اللقب ده دلوقت القصة انه الاتحاد المليزي ما كانش وثق هذه المباراة لدى الفيفا فلما عمل مراجع لهذا اللاعب اللي عنده 71 سنة يعني الرجل ده كان يستحق هذا اللقب قبل ما حسام حسن يشارك في اول مباراة دولية حسام اول ظهور له بفنلة المنتخب كان في كاسل الامم الافريقية ستة وتمانين الرجل ده اعتزل كورة اربعة وتمانين حصل على اللقب بتاع المية سبعة وتسعين مباراة كان احمد حسن في معهد مغاغة الازهاري الابتدائي تم تخيل ان احمد حسن كان عنده ثمان سنين تقريبا وقت ما الرجل ده كان يستحق اللقب عميد لعيب العالم بس اللي حصل انه الفيفا ما كانش وثق هذه الاحصائية او هذه المشاركات اتحاده المحلي اتحاده ما استعاش لكده افتكروا على كبر وافتكروا هو 71 سنة وكويس ان افتكروه الرجل وهو عايش عبر عن ساعاته الكبيرة جدا وقال ان انا ما كنتش منتظر ده وما كنتش متخيل ان انا عند الرصيد ده وما كنتش بحسب ولا بعد لكن كويس ان الناس الموسقين في الاتحاد الماليزي افتكروني وبعتوا المباريات للفيفا الفيفا اعتمادها فاعلن هذه القائمة الوثاق هنا لابد ان تكون سكورشيت متشط دولية ملاش طريقة تانية للتوثيق اه انت عندي الرجل ده شارك في السكورشيت اهو هو شارك في 200 وحاجة اللي توسق اللي وفقوله عليه 195 ايو يمكن الباقي ودي مسل او حاجة اه على فكرة كان حسام كان احمد حسن بروح طيبة جدا من ايام قليلة كتب انه بيهن بدر المطوع اللعب الكويتي انه خلاص حصل على لقب عميد لعب العالم وكلنا حينا احمد حسن انه الرجل بيعلن انه فيه حد كسر له رقمه لانه كان بدر المطوع وصل 185 واحمد حسن 184 طبعا وحسام حسن 176 فجي الرجل الماليزي قالك لا انت ولا هو ده انا عندي 71 سنة وانا الاحق من كل دول لكن يبقى صراع الارقام صراع مهمة برضو هو الاهم من صراع الارقام توثيق الارقام اه لان دي المسائل الخلافية حتلاقي حاجات زكية ومين قالك ان ما يجي لكش التحاد تاني يقولك لا ده انا بقى عندي ما يوسق ويثبت ما عايز اقول ايه اذا طريقة التوثيق في عصر زادت فيه ادوات وسهولة التوثيق انك تقدر توثق بسهولة بقى دلوقت ايه واخد بالك والمعايير تبقى ثابتة ومحددة عشان ما يطلع لكش حد يكلمك بعد شوية يجردك لا يحط معاييره ويطبق على نفسه فانت المسألة وكلها في الاخر حاجات شرفية ايوه وان كان في العصر اللي احنا فيه ممكن تترجم الى حقوق تسويقية تسويقية اه طبعا فانت ممكن تعملك اعلانات بصفتك العميد العميد على فكرة الراجل ده ممكن حتتهافت عليه وسائل العلام عنده 71 سنة ده العميد العجوز يلا بيه وانه نالده بقى بيعاني من نفس القصة اه انه مش هيوصل لها لا لا ده هو اه كان الهدف التاريخين على مستوى المنتخبات بعد ما عاد الرقم اه اه علي دائي اه التحديث الجديد للقائمة كان صدمة زي ما المهانت سعاد لقلكم كريستانو رونالدو عادر للرقم الايراني العلي دائي بات هدف العالم تاريخيا على مستوى المنتخبات كان يمنى النفس بكاسر رقم المشاركات الدولية قبل الاعتزال اللي يقتل في فا ويزيد الامر صعوبة رونالدو تراجع للترتيب هو 37 سنة في فبراير اللي جاي تراجع للمركز السادس ب 179 مباراة دولية القائمة قائمة العشرة الحياة كلهم يعني اذا كان بدر المطوع الكويتي 185 أحمد مبارك العماني 182 سيرجو رامس الأسباني 182 رونالدو هو اللي عنده فرصة يزود لكنه واقف عند 179 مباراة محمد الدعاية حارس السعودية المعتزل 178 سوارز المكسيكي 177 بفن الإيطال 176 وعمر شفيع الأردني 171 يبقى الرجل الماليزي ده طول ما هو عايش 71 سنة صعب حد يكسر رقمه ولا يكسر نفسه لا 17 مباراة انت بقى عمك كريسيانو ده هيلعب مع متخب بلاده دول سن كام هو عنده 37 سنة عايز 17 مباراة هيبقى عنده 17 مباراة لو معكبت نجوارك ألعبه مسانة رحمة الله